اشتناف الرحلات الجوية الى مدينة لالبالة السياحية منذ تحريرها من قبضة جبهة تحرير تقرأي المناضي للجنوب الافريقي الشاب يصل الى البلاد تضامنا مع ايثوبيا اعزائنا المشاهدين مرحبا بكم في نشرة الاخبار اصحابكم فيها كمال سليمان من هيئة الاذاعة والتلفزيون الاتيوبي من ادس ابابا اوضح رئيس مجلس النواب الاثيوبيا سي تاقسا جافو بانه تم تشكيل لجنة تتلقى الترشيحات للجانات الاستشارية للحوار الوطني الشامن واضف الى ان اللجنة ستقوم بانشطة مختلفة بدءا من تلقي ترشيحات المفوضين الى تعيينهم وقال رئيس المجلس تاقسا جافو ان الدكتور هينوكسيوم تم تعيينه رئيسا للمكتب بالاضافة الى شخصين اخرين تم ادراجهما في المكتب كما تم تشكيل مجموعة استشارية للتأكد من ان عملية ترشيح المفوضية شاملة وشفافة وذات مصداقية ويضم المكتب رئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الفيدرالية العليا وممثل عن مجلس المؤسسات الدينية وممثل المجتمعات المدنية كما يتم اعطاء المجموعة الاستشارية ادوارا ومسؤولية مختلفة استانفت الخطوط الجوية الاثوبية رحلاتها الى مدينة لالبلة التاريخية اعتبارا من يوم الاثنين بعد اصلاح مطار مدينة لالبلة وصيانته بعد ان تعرض لعملية دمار ونهب من قبل الجماعة الارهابية التابعة لجبهة تحرير تجراي وقامت الحكومة الاثوبية بتأهيل مطار لالبلة المدمر فور خروج الجبهة الشعبية لتحرير تجراي من المدينة واصلاحه ويعادته الى الخدمة وتعتبر مدينة لالبلة مدينة تاريخية دينية وسياحية حيث تحتضن الكنائس المنحوطة من الصخور التي تم بناؤها قبل خمسة قرون وعلنت زارة السياحة لثبيان الاحتفال بعيد الميلاد الشرقي في المدينة بشكل رسمي بحضور عدد من المغتربين لثبيين القادمين من المهجر أعلنت دارة مدينة لالبلة أنها أنهت الاستعدادات الكاملة المناسبة للاحتفال الناجح باحتفالات عيد الميلاد في جبل روحة المقدسة بلالبلة وتحدث نائب عمدة مدينة لالبلة مندفر تاردسة في لقاء مع مؤسسة أمهر الإعلامية أن عيد ميلاد المسيح وميلاد صاحب القداسة الملك لالبلة وسيتم الاحتفال بهما في المدينة المقدسة دبر روحة وتابع أيضا أن إدارة المدينة شكلت فريق العمل لتنسيق الاحتفال وتم اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بذلك مشيرا إلى أنه تم إطلاق خدمات الاتصالات والبنوك والفنادق وغيرها من الخدمات وقال إنه تم اتخاذ ترتيبات شاملة لضمان سلامة الضيوف والسياح الزائرين للمدينة مؤكدين على أن مطار لالبلة تم إعادة فتحه بجهود منسقة لتحفيز سياحة المحلية والدولية وتنشيطها كما تم أيضا فتح الوجهات السياحية في المدينة للزوار بما في ذلك الأديرة ولا كنائس روحة المقدسة ترجمة نانسي قنقر وصل لاكس زعيم حركة مجتمع جنوب إفريقيا إلى الدستابابا المعروف بنضاله من أجل العدالة الاجتماعية وعضح لاكس بأن مشاكل إفريقيا يجب أن تحل إفريقيا داعيا جميع الأفارقة إلى الوقوف إلى جانب الشعب الإثيوبي في مواجهة الضغوط الخارجية ضد إثيوبيا وقال لاكس إن الوقت قد حان الآن لكي يعمل الأفارقة معا لتعزيز وحدتهم مشيرا إلى أن الثقافة والتقاليد الإفريقية الحقيقية موجودة في إثيوبيا وضف لاكس أنه يتعين على الأفارقة مقاومة انتشار الحكم الاستعماري الجديد في الدولة الإفريقية ويشارك لاكس بنشاط في حركة نومور مع الإثيوبيين المقيمين في جنوب إفريقيا حيث جاء إلى إثيوبيا للإطلاع على الوضع الحالي في البلاد أعلنت أبريشية شمال إثيوبيا التابعة للكنيسة الإنجليكية الإثيوبية بأن الميليشيات المسلحة التابعة لجبهة تحرير تيجراي قامت بإلحاق أضرار تقدر بأكثر من 23 مليون بر بمراكز الأبريشية شمال إثيوبيا ومن المعلوم أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي قد دمرت نهبة المنشآت التعليمية والطبية وغيرها من المرافق العامة التابعة للكنيسة الإنجليكية في إقليمي الأمهر والعفر وقال رئيس الأبريشية القس وانجانيوان درغاتشو في لقاء مع وكالة الأنباء الإثيوبية إن الجماعة الإرهابية سرقت ثلاثة سيارات وثمانية دراجات نارية من داخل الأبريشية وأشار القس إلى أن المسلحين قاموا بنهب الكثير من الممتلكات ودمروا ما لم يتمكنوا من أخذه معهم وصل المغتربون الإثيوبيون إلى مدينة سمرة عاصمة إقليم العفر للتوجه إلى المناطق التي تضررت بالحرب وصل وفد برئاسة الدكتور محمد إدريس نائب المدير العام ليكالة المغتربين الإثيوبيين إلى سمرة للقيام بزيارة ميدانية إلى المناطق المتضررة ومن المنتظر أن يزور الوفد خلال الأيام المقبلة مدن وبلدات في إقليمي الأمهر والعفر المتضررتين من الحرب وجاء عدد كبير من المغتربين إلى إثيوبيا تلبية لدعوة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد تحت حملة تحدي العودة المليونية الكبرى بهدف تخفيف الضغط الخارجي وإنعاش الاقتصاد وإثبات العالم بأن أدس أببا وأجزاء كبيرة من البلاد ما زالت تتمتع بأمن واستقرار لائم قال عضو البرلمان الإسرائيلي السابق سلمون مولا إن عضاء الجالية الإثوبية في إسرائيل بدأوا بالعمل للمشاركة في عملية عادة البناء للمناطق المتضررة من الحرب في شمال إثيوبيا وفق اليوكالة الأنباء الإثوبية فإن عضاء الجالية الإثوبية في إسرائيل قد استجابوا لدعوة الحكومة الإثوبية إلى العمل في عادة الإعمار للمناطق المتضررة في أمهر وعفار بسبب الهجوم الإرهابي الذي سببته الجبهة الشعبية لتحرير تجراي وتبع السيد شلوم من المهندسين والمهنيين الإسرائيليين من أصول الإثوبية في مختلف المجالات يشاركون في أنشطة عادة الإعمار والأعمال التنموية وخاصة القطاع الزراعي وضاف سلمون إلى أن إثيوبيا تتميز بالموارد الطبيعية والمياه والأراضي للحفاظ على نموها الاقتصادي المستدام وإشار إلى ضرورة استخدام التكنولوجيات بالشكل الصحيح وبالطريقة المطلوبة لتحقيق النتائج المرجوة في استمرارية استغلال كل المجالات الزراعية والاستثمارية حيث يعتبر تجربة إسرائيل نموذجا في هذا المجال قال رئيس المجلس الفيدرالي السيد أغينيو تشاغر إنه يجب على الإثوبيين أن يحفظوا على موروط الملك تيدروس والسير على خطاه حيث ضحى الإمبراطور تيدروس بحياته من أجل وحدة إثوبيا وسيادتها وتم تسليم خصلات شعر الإمبراطور تيدروس الثاني التي تم يعادته إلى إثوبيا من المملكة المتحدة قبل ثلاث سنوات إلى مدينة جوندر يوم أمس الأحد وقال أغينيو تشاغر إن الإمبراطور تيدروس الثاني قاتل بشجاعة وهو يحاول صد العداء الذين جاءوا لغزو إثوبيا وأطلق النار على نفسه رافضا لاستثلام للعدو أثناء محاولة البريطانيين القبض عليه في منطقة مقدلة وبحسب المؤرخين فإن البريطانيين الذين لم يتمكنوا من اعتقال الملك حيا أخذوا خصلات شعر الإمبراطور والأسلحة التقليدية التي استخدمها الإمبراطور تيدروس ضد العدو فضلا عن القطع الأثارية التاريخية المدينة مقدلة تم افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية الرسمي بمقر يكالة الأنباء الإثوبية بعنوان عن إثيوبيا والمعرض هو عبارة عن فيلم وثائقي يظهر كفاح إثوبيا وشعبها لإنقاذ البلاد من التهديدات التي تشكلها جبهة تحرير إثيجراي استجابة لدعوة القيادة الإثوبية وافتتح المعرض وزير مكتب الاتصال الحكومي الدكتور لقا ساتولو بحضور كبار المسؤولين الحكوميين والإعلاميين وتحدث المدير التنفيذي ليكالة الأنباء الإثوبية جيتن التردس قائلا إن المعرض يحتوي على صور لتفاعل أفراد الجيش في القيادة الشمالية مع سكان إقليم إثيجراي ومساهمتهم في الأعمال التنموية والأنشطة والتضحيات التي قدمها الجيش الإثيبي أثناء رباطه لحماية الحدود الشمالية كما تظهر الصور الهجمات الإرهابية التي شنتها الجبهة الشعبية لتحرير إثيجراي في منطقتين الأمهر والعفر والأعمال التخريبية التي قامت بها ضد مختلف المؤسسات العامة والخاصة وسيبقى المعرض مفتوحا للزوار بداية من اليوم الثالث من يناير إلى الثالث والعشرين من يناير الجانب ومن المتوقع يزور المعرض المغتربون للثبيون والأجانب القادمون من بلاد المهجر وأعضاء السلك الدبلوماسي المقيمين في أدس أبابا ترجمة نانسي قنقر 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 أعزاء المشاهدين ننتقل بكم الآن إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز ما جاء في هذه المواقع معنا زميل عبد الرحمن أمين ماذا لديك اليوم بداية مرحبا بك زميلي كمير حالا مرحبا عندما نقوم بإلقاء نظرة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز ما تم تداوله فيها في اليومين الماضيعين ربما نبدأ من افتتاح مكتبة يعني هي الأولى ربما في شرق أفريقيا وهي مكتبة أبرهوت أو الاسم الذي أبرهوت وهو اسم أو الكلمة تعني التنوير حيث تشير هذه التسمية إلى أهداف هذه المكتبة التي كانت ضمن الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء القيادات العليا في الدولة الإثيوبية لتعزيز مكانة الثقافة وخلق بيئة مواتية للعلم في البلاد كما رأينا ذلك وأشاد رواد وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الافتتاحية وبهذا المجهود والمشروع الذي تم إتمامه ضمن العديد من المشاريع التي تم القيام بها في الفترة الماضية وهناك أيضا الخطاب الذي تداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي ونوه العديد منهم على كلمات ومفاهيم سردها لنا رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في خطابه حيث تحدث عن الجهل وسبب للمشاكل التي تواجهها الدولة الإثيوبية والمشاكل التي تترتب على عدم وجود الثقافة اللازمة لبناء الدولة وتوحيدها وتماسكها أما عندما نتحدث عن المكتبة فهي مكتبة كبيرة جدا تتسع لأكثر من 2000 شخص تحتوي مرافق جديدة جديدة لم نتعود عليها في المكاتب هنا في السابق نعم ورأينا أيضا توافر الأجنحة المختلفة لكل الفئات المجتمع حيث تفيد بداية من جناح الأطفال وحتى هناك أيضا الكتب التي تكون مفيدة للبحوث العلمية المتقدمة صحيح فهذه الأشياء رأيناها أيضا في هذه المكتبة وتم الحديث عنها هناك نقطة أخرى يعني أود أن نوها إليها والتي تم تداولها فيما يخص هذا الموضوع أيضا وهو مقطع فيديو نرى فيه لفتة جميلة يعني قام بها رئيس الوزراء ربما نتابع مقطع الفيديو ثم نعود نتابع هذا المقطع الآن سيكون موجود نعم كما نرى انظر زميلي كمال نرى الآن وهو يزيل الحذاء الذي كان موجودا على عتبة أو خشبة المسرح نعم سلالم أو الدرج على خشبة المسرح طبعا هذه لفتة صحيح نعم نعم تحدث عنها الكثيرون كثير رأيناها متداولة في وسائل التوصيل الاجتماعي بشكل كبير هنا في إثيوبيا حيث يعني كل شخص يعني رأى هذا المقطع يعني أخذ له منظوره الخاص يعني يكون له فكرته الخاصة هناك من يعني ربما هناك من يقول لماذا يعني كان يجب أن لا يقوم بهذا ومن الذي وضع الحذاء وأسئلة كثيرة وهناك أسئلة كثيرة وهناك جدل أثارته يعني هذه اللفتة التي رأيناها لكن يعني أبرز ما يعني تحدث عنه الناس هو أنه أولا يعني توضع رئيس الوزراء حيث قام بهذه اللفتة وتنازله يعني عن يعني أنه كان يمكن أن يترك هذا الحذاء ويتجاوزه ويتعدى نعم يمر مرور الكرام لكن لم يفعل ذلك بل أعطى السيدة التي وقع منها الحذاء حذائها وأكمل طريقه إذا خشبت المسرح تحدث الكثيرون عن يعني مزايا رئيس الوزراء ويعني بعض من صفات رئيس الوزراء حيث أنه يعني يرسخ الحقيقة أنه رئيس الوزراء كان يعني جاء إلى الحكم لخدمة المجتمع فهذه أيضا من صفات رئيس الوزراء عندما قام بهذه الخطوة هذا يشير إلى أنه كيف كان يزيل العقبات ويخدم المجتمع كما رأينا هذه لفتة صغيرة يعني يعني تعيد إلى الأذهان بعضا مما قام به رئيس الوزراء في الفترة الماضية حيث أنه ليس فقط يعني هذه نقطة بسيطة رأيناه يذهب إلى ساحات القتال ويحارف السفوف الأمامية فهو في كل مكان يعني في أي مكان يحتاج إليه المجتمع فهو دائما متواجد وهذه نقطة بسيطة جدا يعني لأنه الإنسانية سبقت كل شيء آخر يعني في هذه اللفتة هناك التواضع والخدمة للمجتمع التي يقوم بها رئيس الوزراء تحدث الكثيرون عن النظافة والمظهر العام هي يعني كلمات كنا نسمعها كثيرا في خطابات رئيس الوزراء وهذه أحد يعني الأمثلة الحية التي نراها فكانت يعني لفتة جميلة جدا من رئيس الوزراء ورأيناها ولاقت يعني ترحيب وإشادة في وسائل التواصل الاجتماعي يعني ننتقل إلى النقطة الأخرى وهي نقطة استئناف الرحالات الجوية اليوم بداية من اليوم إلى مدينة لالبلا حيث سيتم الاحتفال في السابع من يناير الجاري بعيد جنة الإثيوبي ويعني هناك استعدادات على مستويات مختلفة في تلك المدينة وأيضا هنا المختربون عائدون ضمن حملة العودة الكبرى إلى إثيوبيا ويتجهزون حيث يعني ستكون يعني سيكون هناك حدث مهيب جدا سيشارك فيها العديد من أعيان المجتمع والمثقفون والمسؤولون الحكوميون ورجال الدين من مختلف ومختلف أطياف المجتمع سيشاركون في هذا البرنامج ورأينا قبل يوم أيضا يعني وزيرة السياحة الإثيوبية ناسي سيتشالي تتحدث عن كامل الجهوزية التي قامت بها وزارة السياحة والجهات المعنية بما فيها إدارة إقليم أمهرة للتجهيز لهذا الاحتفال رأينا يعني واحدة من الخطوات التي قيمت في هذا الصدد بلدف أيضا إلى افتتاح شبكات الهاتف نعم هناك المرافق تم تجهيزها على وجه السرعة وعلى وجه الإتقان كما رأينا وكل شيء يعني عادة إلى طبيعة هذه الترتيبات في العادة يعني لم تكن بهذه الطريقة لكن الآن هذا طبعا كنتيجة لما حصل للمدينة من دمار صحيح صحيح وهذا الذي يعني دفع إلى تأخير استنافر الرحلات أيضا لكن الجهود المبذولة والمثابرة التي قامت بها قامت بها كل الجهات المعنية في تسهيل المجال السياحي وتسهيل كل ما يحتاج إليها المغتربون لإقامة رحلات وإقامة منتعة وجيدة يستفيدون منها ويفيدون منها في الدولة الإثيوبية أيضا هناك النقطة الثالثة وهي زيارة المغتربين الإثيوبيين إلى إقليم عفر ليس فقط إقليم عفر رأينا المغتربين يعني يقومون في وسائل التواصل الاجتماعي بتناقل الصور ومقاطع الفيديو لزيارات لمختلف الأماكن لكن الآن يعني اليوم رأينا في الأخبار أيضا يعني مجموعات من المغتربين ذهبوا إلى إقليم عفر بالتحديد إلى مدينة سامرة لزيارة المدينة رفقة رئيس وكالة المغتربين الإثيوبيين نعم ويعني ذهبوا إلى هناك لرؤية المواقع الثرية أيضا ولزيارة المتضررين والمناطق المتضررة ووقوف إلى جانب هؤلاء المتضررين الذين كانوا يعانون في الأشهر القليلة الماضية من احتلال الجبهة الشعبية لتحرير تقريرها الهرهابية يعني هؤلاء المغتربون الآن هم متواجدون في إقليم عفر للتعبير عن تضامنهم مع إخوتهم وذويهم في ذلك الإقليم أيضا النقطة الأخيرة التي تم تداولها يعني في وسائل التواصل الاجتماعي هي نقطة استقالة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك حيث يعني رأينا في الفترة الأخيرة صباح اليوم الذي قد تم الإعلان عن هذا الموضوع نعم تم الإعلان اليوم صباح اليوم وكان هناك يعني متابعة في الشارع الاثيوبي ومراقبة للأوضاع الحالية في الدولة الشقيقة السودان هذا كان أبرز ما رأيناه في وسائل التواصل الاجتماعي الاثيوبية في الفترة الماضية شكرا لكم أعزائنا المشاهدين بهذا القدر ننتهي من إطلالتنا على مواقع التواصل الاجتماعي نشكر الزميل عبدالرحمن ننتقل بكم أعزائنا المشاهدين إلى أبرز ما جاء في عنوين الأخبار استئناف الرحلات الجوية إلى مدينة لالبلة سياحية منذ تحريرها من قبضة جبهة تحرير تجرعي المناضر الجنوب إفريقي الشاب يصل إلى البلاد تضامنا مع إثيوبيا أعزائنا المشاهدين نشكركم على المتابعة ونرجو لكم مرضي بالأوقات